أكد سليمان مستوي رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي أنه سيتم عقد جمعية عادية يوم 9 مارس مقبل من أجل المصادقة على التقريرين المادي والأدبي لسنة 2016-2017 لكي تنطلق الاتحادية في عملها بشكل عادي نحن في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله ستكون جمعية عامة عادية للنف مارس ستكون جمعية عامة من أجل المصادقة على التقرير المالي في 2016 لكي توقف أشغال الجمعية العامة والمصادقة على التقرير المالي في 2017 للديريكتوار هاد ليدو بيلون لازم يتدابتو باش نعاودوا نزيدون تدخلو في الشرعية محافظ الحسابات رفع لريزارف تاعو وما يسمحنا باش نعاودوا نقدموا الملف للجمعية العامة من أجل المصادقة عليه خاش كانوا ديبتي ريزارف